دائماً ما تكون المرأة في عين العاصفة التحديات والأخطار التي تواجهها النساء والفتيات في مناطق النزاعات والطوارئ كثيرة المجتمعون هنا يأملون أن يغيروا قليلاً من الواقع السيء معظمهم شاركوا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي بعث بكلمة مسجلة مصورة تقييمه بأن الوضع سيء وأن العالم متأخر في تقديم المساعدة لا يطمع المجتمعون في هذا المؤتمر إلى تغيير واقع المرأة الصعب في مناطق النزاعات والطوارئ حول العالم ولكنهم يريدون أن يحاولوا تغيير أولويات المجتمع الدولي لتأخذ المرأة فيها موقعاً متقدماً في جهود المساعدة والتنمية الدولية سوريا كانت حاضرةً بقوة مع القلق الذي أبداه المتحدثون عن وضع نسائها اللواتي أجبرهن العنف والظروف الصعبة على مغادرة ديارهن بريطانيا المضيفة تعهدت بتقديم خمسة ملايين جنيه استرليني للدول المجاورة لسوريا من أجل المساعدة سألت وزيرة التنمية الدولية البريطانية جاستين جرينينغ إن كان هذا كافياً أعتقد أنها بداية جيدة ونحاول عمل المزيد هذا الدعم سيذهب لتوفير أماكن آمنة للفتيات خصوصاً وكذلك لتوفير استشارات لمعالجة الصدمات للنساء في حال تعرضهن للانتهاكات الجنسية وفرنا دعماً لمواجهة ظروف الاقتصادية التي تؤدي إلى الاستغلال الجنسي لكي نساعد اللاجئات السوريات مما يقلل من احتمال تعرضهن للتهريب أو الإجبار على زواج مبكر أو الأسوأ وهو التعرض للاختصاب أو ممارسة الدعارة للحصول على المال ملفات أخرى عمرها أطول من عمر الأزمة السورية كان لها حضور أيضاً الحرب هي السبب الأول وراء حالات الاغتصاب والعنف ضد النساء في جمهورية الكونغو الديمقراطية نحتاج إلى الدعم لإنهاء الحرب أعتقد أن الإعلام العالمي لا يسلط الضوء بما فيه الكفاية على أوضاع النساء في الكونغو مع اختلاف الثقافات والظروف تبقى معاناة المرأة أثناء النزاعات حقيقة مرة حقيقة يحاول المجتمع الدولي أن يغيرها مهمة صعبة ولكن مستقبل أجيال عديدة يعتمد على ذلك رافد جبوري بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر